السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا اداة شاملة لجميع معالجات الاندرويد زي معالجات الميديا تيك معالجات الكوالكو معالجات الاس سي بي تي معالجات واجيت سامسونج وكمان دعم مجموعة كبيرة من الشركات دلها نشوفه في الشرح دلوقتي ونشرح كل وظيفة من الوظائف المستخدمة في الاداة. اول حاجة طبعا عشان تبقى عارف رابط تثبيت الاداة او طريقة تشغيل الاداة هسيبولك اسفل فيديو برابط التحميل. تمام? اول حاجة زي ما احنا متعودين قبل ما نشغل اداة او قبل ما نعمل اي حاجة في الاداة. لازم تكون متأكد بتاع الويندوز بتاعك مقفولة عشان هو ده اللي بقفلنا الادوات اللي احنا بتستخدمها. وكزا مرة الناس بتغلط او الانتبراس برجع يشتغل تاني هما مش عارفين. فبالحالة دي او الناس ما بتعرفش تقف الانتبراس فبيرجع الانتبراس هيحزف الملفات الخاصة بالاداة. في الاول اختيار بس. تمام? عشان الاختيار ده برجع يشتغل تاني. ايش بقولك تلغين نهائيا. تمام? بعد كده اعمل ايه? هشغل اداة كمسؤول. طبعا هتعرف في طريقة تثبيتها من رابط اللي اسقل لك اسفل فيديو. وبعد كده ما تثبتها شغلها كمسؤول كده. او تخليها كمسؤولة على طول برضو شرحه في طريقة التثبيت. تمام? اول كده جربت اشغل اداة الاداة فتعت معي. وبرضو بالنت شغالة. يعني هي ممكن الاداة توقف. على الوضع الحالي طبعا ما فصلت النت والاداة اشتغلت يبقى الاداة مش هتوقف. هتبقى شغالة معك. على الوضع الحالي ده. تمام? عشان ناس تبعرف. وناس تجرب تقول رأيها في تعاليات برضو. تمام? الاداة دي لتجرب عملي. تمام? داخل الرابط ده. قناة دي فيها رابط عملي. صاحب الاداة عمل فيديوهات عمليا للاداة. يعني الاداة ممتازة. تمام? ايه بقى الاقسام دي هتقول لي فيها اقسام مش منورة. لازم تابع الفيديو ده. علشان تعرف تشغل اداة ازاي او تستخدمها ازاي عشان في ناس هتغلط تفتكر الاداة لوظاف كلها مش شغال. هنا اجهزة شاومي. في وضع يعني وضع تعمل ايه بقى? بتخطى اه حساب تمام? وتخطى حساب شاومي وتخطى وتمسح برضو حساب كزا اختيار. تمام? ودي الاجهزة اللي انت عايز تعملها. دي الاجهزة المدعومة داخل الاداشة. في الاجهزة دي بتختار الجهاز وتختار العملية اللي انت عايز تعملها. ولو عايز تعرف بتاع الجهاز ده مسلا هتضغط هنا كده. هيزهر لك نقطة تين تستبوين. جبت جهاز تاني اهو. اختار الجهاز تاني مسلا. هيزهر لك يعني حاجة محترمة جدا. طبعا شكرا خاصة لصاحب الاداة. تمام? هتقول لي طب القوان ديش منورة ليه? في ناس طبعا هتقدم الفيديو مش هتعرف الحل ايه? عشان الايكونات دي تنور معاك مش بتشغلها من هنا. لا بتضغط على الايكونة بتاعة الامر انت عايزه. دي خاصة بقى جديد شاومي. فوضع ايه الريكافري. تمام? اهو. هتنور معانا. خدوا بالكم. هنا لازم يبقى الريكافري ايه اصدار خمسة اشو رحته قبل كده. تقدر تعمل اي عملية من العمليات دي. تخطي حساب جوجل. مسح حساب جوجل. فتح عمل ضبط مصنع. اه عمل مسح ملفات الشبكة. عمل رد انفو قراءة البيانات. وطبعا دي دعمة لمعظم الاجهزة اللي هي اه ركافري بتاعها خمسة. ومش حاطط لك هنا موديلات. موديلات مخفية. تمام? حبيت بقى تنور اختيار لو دغطت هنا هيفتح لك دي الاجهزة اللي ممكن تفك لها. تمام? وطبعا اي امر بتعمله تضغط على كلمة ستارت. ده كل امر من الامر ده. الميديا تك اي جهاز ميديا تكتر تعمل لبقى اصلاح لو وقف على اللوجو. تمام? اه تخطي حساب شاومي. تمام? تخطي الحساب جوجل فكت فكتل بتلودر وتختار الاجهزة اللي انت عايزة من هنا. طبعا هو هتطلق جهازين. منتشرين يعني. ممكن بيكوننا في المحل. وهنا في وضع الفاست بوت او في وضع تقدر تعمل بقى في وضع الفاست بوت اه اصلاح مشكلة الدي ام. تمام? او وضع مشكلة الدي ام او فتح البطلودر او قفل البطلودر. وكمان اعمل لاجهزة اه شاومي. وهنا في وضع تقدر تعمل عملات اللي انت عايزها دي تقفل حساب شاومي عشان ما يطلبش منك حساب شاومي تاني بعد ما تفعل خيارات المطور. تمام? وهنا في وضع اصدار خمسة تريد تعمل ضبط مصنع برضه وتعمل عملات اللي احنا شرحناها قبل جدا. تمام? وده اللي بظهر لما بتختار الجهز. كل قيمة بتنور والقبلها بتطفي. دي حاجة مميزة جدا. عشان ما اطلق بطاقش. انا دلوقتي عايز اعمل ايه? عايز اتخطي حساب جوجل اجهزة شاومي. اخش على الاختيار ده مسلا. فواد ال اي دي ال. وده اعرف من هنا. انا مليش دعب القوام دي. اضغط على القوام دي ليه? دي قوام تانية خاصة مسلا الفورمات او تخطي حساب جوجل فواد اصدار خمسة. عشان يعني هو حدد لك كل حاجة انت عايزها في خانة الوحدة. تمام? دي حاجة مميزة جدا في الاداية. لو ضغطنا هنا. تمام? زي ما انت شايفين هيختار برضو اجهزة هواوي. تقدر برضو تعمل فورمات تخطي اف اربيه وضع بتمصنع بس او تخطي اف اربيه بس. وتختار الاجهزة اللي من هنا. دي اجهزة بقى ايه? ليه الكوالكم. حتى لواء سيفن الف ساعتاشر موجودة اهي. تمام? وبتختار بتاعها من هنا اهو. يعني صاحب الادام دلعك من الاخر. تمام? هنا فاضل الادي بي. تمام? زي ما تشونك اتفعل الادي بي. او تمسح اه وتمسح خيارات اه تمسح اصد حساب جوجل. هتقول لي ايه الاختيار ده برضو ايه اهمته? اقولك اهمته ايه? في اجهزة بيبقى بتاعه ستة او سبعة. فتقدر الاختيار ده تقدر عليه بيبدأ يفعلك الادي بي. وشرحت قبل كده في اداة تي اف تي وادوات تاني لو انتوا فاكرين. فدي حاجة كويسة جدا. من غير بقى ما تعمل تستميل اي حاجة. الاختيار ده بقى ايه? لمعالجات الكيرين. بس طبعا مش داعي معالجات كيرين سبعة مية وعشر. هتقول لي يا عم ده قديم. اقول لك يا عم انت خلا مك صح. بس قطر خير الراجل ضاف لك برضو المجموع ممكن يجي لك اجهزة من المعالجات تي كيرين. انزل بقى تحت بقى كده دي معالجات كيرين. تمام? بس هو ضايف الاجهزة. هتقول لي يعني ايه ضايف الاجهزة. يعني ضايف لك الجهاز. الجهاز هو معه الكيرين بتاعه. يعني وايه تسعة الفين وتمنتاشر اهو اختاره لو الجهاز ده معايا هقدر عمله تمام? واقدر اتخطى اه حساب اه العملية بتاعته. تمام? اتخطى العملية بتاعته. يعني مسلا عايز اتخطى هاختار الجهاز من ده اوتوماتيك هو هيمسح من خلال ضغط على زر واختيار الجهاز مش المعالج. تمام? دي حاجة كويسة جدا. تمام? هنضغط بعد كده القائمة اللي هي خاصة باجهز سامسونج. في وضع يعني في ورضو فورمات وتخطي في وفورمات بس وتخطي في نفس الكلام. دي الاجهزة اللي هنطلقيه تمام? اه طبعا لو معايا جهاز ايه زرو واتنين اضغط كده هيعرفني تمام? اه القائمة اللي بعد كده لو ضغطت عليها اهو دي قائمة الخاصة بوضع اللي هو مكالمات الطوارئ اللي هي نجمة شباك زيرو نجمة شباك. تقدر تفعل تتغطى حساب جوجل منها. تتخطى حساب جوجل يعني اتفعل منها. وعن طريق بقى اي اختيار في وضع من داخل ادى برضو تقدر اه تعمل فورمات في وضع بس بعد ما اتفعل دي الاول. تمام? اهو. طب ماشي. طب القائمة اللي دي رزمية اي دي اللي بتفتح لك صغرات المتصفح. تفتح يوتيوب. ولا تفتح اه متصفح سامسونج. ولا تفتح بقى برنامج اه اللي هو خاص بفتح الصغرات اللي هو خاص بالمتجر. تمام? او اي حاجة من دي يعني. وبتضغط بعد كده توصل الجهاز وتكون مفعل زي ما هو طالب لك كده. تمام? آآ اسنان يعني وتوصيل الكابل بيظهر لك شعر عاتفين تدوله سامح. تمام? يعني دي فتح صغرات المتصفح. تمام? بس لازم تكون مفعل لعشاشة دي. عشان مزهرش معك اخطاء. تمام? القائمة اللي بعد كده قائمة اقرأ هي خاصة باجهزة هواوي اوبو فيفو شاومي وسامسونج. تمام? وبتختار برضو الاجهزة اللي انت عايزها من هنا. وبتقدر تعمل اي عملات انت عايزها. تمام? القائمة اللي بعد كده ميدياتك. تقدر تفكر تعمل فورمات. تعمل اه حفاظ بالداتا. دي زي اجهزة اوبو وريلمي برضو بتحتفظ الداتا. وبتغطف اربي وتفتح حماية المعالج. تغطي حساب شاومي. تغطف اربي اه قفل افاكر من خلال القائمة دي. تمام? القائمة بقى المميز الاس بي دي. تعال لي بقى اضغط هنا كده. هزهر لك الاس بي دي. ليه معالجات الاس بي دي لكل ناس بتدور عليه. اجهزة هي بعض الاجهزة. تمام? ممكن في تحديث قادم يدفلك اجهزة اكتر. زي ما انت شايفين اجهزة هي. تمام? من اجهزة برضو هي. ولسه في تاني. طبعا اي عملية بتضغط على بتغط استارت. تمام? اهو. اي عملية انا ضغط مسلا عليها كده بضغط تمام اختارت مسلا السوء تانية اهو. ازهروا لالاجهزة وبضغط وصل الجهاز هو مغلق زilation على صوت وخفض الزائTE بيكتب لك هتعمل عليه. اهو بيقولك يعمل كزا وسوي كزا تمام? المعالجات الم دي زargent عالية صوت وخفض الصوت والجهاز مغلق. معالجات كونكم بعد الاجهزة زرين على صوت وخفض الصوت او tweeting. اجهزة الهوة برضو تمام? اه ببعض الاجهزة اه زي الاس بي دي زيرة على الصوت وخفض الصوت او زير خفض الصوت مسل او مكمل زيرة على الصوت بس فاتا القصة كلها في التابوية الاصرار بس معظمها التست بوينت او اده اللي هو التست بوينت تمام او كابل معدل سعجز سامسونج اللي احنا عملناها تمام اه اه اختار بعض الجهاز انت عايزوا الاجهزة للناس بتدور عليها اهي تمام بتحتاج ادوات مدفوعة زي ما انتم شايفين كده اجهزة ما انشاء نقول قديمة او حديثة برضو اهي وبعض الاجهزة ليه اجهزة تكنو وبتضغط وتوصل الجهاز ومغرق ده حاجة جدا الاداة فيها كل اللي بتفكر فيها تلاقي جوا الاداة دي ايه بقى القايمة دي بقى دي قايمة خاصة بالتفليش ايه التفليش ده اللي هي اجهزة بقى هنا بختار فلاشة بصيغة تمام وبعد كده بختار ملف اللي هو خاص بالتابويتات ليه موجود في فلدر الملف الفلاش تختار بتاعها بعد بتختار اللودر بعد بختار كده وتبدأ تختار اللودر من هنا كده بعد ما تظهر تختار الفلاشة بيفتح لك خانة تانية زي كده وتختار ملف اللودر هو بصيغة تمام من هنا كده بضغط هنا كده ضغطتين بالماوس يظهر لي اختار ملف اللي هو التابويت يعني تمام حلو الكلام انا دلوقتي عايز اه اختار الاجهزة يعني اختار الموديلات يعني اختار اللودر او اختار الجهاز وخلاص على طول ما غير ما اختار ملف البروج حلو الكلام هضغط هنا كده هو هيختار الملف في اللودر اوتوماتيك تمام اهو جهاز مسلا واي سيفن الف نص عشر اهو اي جهاز انا عايزه مسلا اهو تمام ابدأ اختار الفلاشة اللي على طول وابدأ اضغط طب انا مش عارف التستبوينت اضغط هنا هيرعفل التستبوينت يعني حاجة محترمة جدا يا شباب لا ده دي مش هتشوفها في اي اه ادوات من الادوات احنا بنستخدمها في القناة ده دي عجبان الصراحة تمام وبضغط بوصل الجهاز يبدأ يفلش معي حلو الكلام يعني انا محتاج خارجي لا طالما اختارت اللودر اوتوماتيك من هنا طب لو انا شلت كده اختار يا دون تمام قائمة الفاست بوت اضغط عليها كده استنى سواء هيفتح معي قائمة فاست بوت افلش اجهزة في وضع الفاست بوت بفلاشة تمام زي ما هو طالبة كده اه اللي هي خاصة زي اجهزة هواوي او الفاست بوت هي اللي احنا بنحتاجها تمام في وضع الفاست بوت العجهزة اللي بتتفللش بفلاشة بالصغة دي يعني عن طريق الفاست بوت لازم بالصغة دي تمام؟ ده بقى هنا بقى بيعمل استخراج للملفات ايه الملفات دي الملفات اللي هي بصغة ليها جهزة هواوي يحب تبقى ملف واحدة من الفلاشه بالرقافري تمام؟ وبعد كده بيعملها استخراج يقول��ك انت عايزة استخرجها فين؟ يعمل لك بقى فلاشة مثلا اه اكس ام ال. اه بحولك الصغة بتاعتها. تمام اهو. وكمان بعد ما بحولك الصغة بتاعتها في اختيار تاني اهو لاجهزة اوبو. اجهزة اوبو وريلمي. لها كوالكم و الميديا تيك. تمام? خدوا بالكم. يعني هو بيعرف الفلاشة لو كوالكم هيحولك اكس ام ال. لاجهزة اوبو وريلمي. طب لو اهو. وبتختار تمام? لها الفلاشة ملف واحد. هي بالصغة دي. ويقولك هتستخرجها فين? عشان احول هالك او الاختيار البعد كده. هنا بيبدأ اه لاجزة شاومي من غير تقدر تعمل ايه بقى تفلش برضو اه في الاشياء لاجزة شاومي تمام? من خلال القايمة دي. كمان وكمان تقدر تفلش ملفات اه لوحدها زي ملف السوبر وملف السيستم لاجزة شاومي. تمام? يعني الراجل. والاختيار ده طبعا اه ده خاص بالرومات اللي هي التفلش. عن قسم خاص بالتفلشات هو يستخراج الفلاشة حاجة محترمة. قائمة اللي بعد كده قائمة الاندرويد. اللي انا اتكلمت عليه لما قلت يا جماعة بنفعل عن طريق نجمة شباك زيرو نجمة شباك. وممكن يحتاج القائمة دي بقى في ايه? اه في وضع اللي هي تعمل للجهاز. تمام? خروج من وضعية يعني تحول وضع من وضع لوضع لوضع دخول في وضع دخول في وضع اصدار خمسة. تمام? اللي اجهزة شاومي. فدخول في وضع يعني ودخول في وضع ده ولوض لاجهزة سامسونج. يعني عمل لك كزا وضعية وبتضغط بعد كده ستارت يدخل لك الجهاز في وضعية اللي انت عايزة. ده خط الف اربيل ده اللي بتكلم عليه اهو لو نجمة شباك زيرو نجمة شباك بعد ما تفعل اللي هو ده. بردو نرجع ليه تاني اهو. هتقول لما فيش ايه فاربي هنا هو موجود هنا في الاندرويد. بترجع للقائمة دي التاني بعد ما تكون فعلت وجه لك رسالة ديتها سامح. هتبدأ اختار اي جهاز من هنا. آآ وتاع تختار فوضي وتضغط ستارت هيبدأ يفعل لك اتخطى وجهة اللي في كلها. تمام? وهنا في وضع تمام? حينها في وضع تفعيل الدياش. تمام? تقدر تفعل وضع الدياش لاجهزة شاومي وفيبو. تمام? من خلال القائمة دي. تمام? القائمة اللي بعد كده بتعمل ريد انفو. بيعمل قراءة بيانات. قراءة بيانات بقى ايه? آآ لاجهزة سامسونج آآ في وضع الفاسط بوت لاجهزة شاومي. اجهزة هواوي. فوضع الفاسط بوت. تمام? يعني في اجهزة شاومي فوضع الفاسط بوت. تمام? وقتور القائمة الخاصة بالتابوت بتاعها. وهنا فوضع اجهزة سامسونج فوضع دي حاجة محترمة جدا برضو. تمام? الاختيار اللي بعد كده دي قائمة خاصة بمسح اه وقسم خاص بتثبيت التعريفات دي مسح ملفات التام ده حاجة كويسة جدا للملفات اللي بتبقى مؤقتة. تمام? وهنا بتعمل لبيانات جهازك. تمام? اه هنا بتفعل قايمة اللي هي ديت اللي ما بتكلم عليها. شايفين يا جماعة? دي كده. شايفين يا جماعة التستمود دي? الناس اللي متعاش فتفعلها. لو مش موجود عنك عشان تفتح معك صغرة المتصفح. انا شرحتها في الاول في اجهزة سامسونج. لازم في الضغط هنا. هيبدأ يفعلها لك. تمام? وهنا قائمة خاصة باختصار بيعرفك الاجهزة اللي متعرفة ايه? في وضع تمام? اختصار يعني. وهنا طبعا الدول اللي انت عايز تحمله. ايه الدول ده بقى? اللي هو الدرايف اللي هو خاص بالتعريفات. اجهزة كواء اه اللي هي الخاصة بمعالجات الكرين والميديا تيك. وكمان وكمان الاندرويد. تعرفين الاندرويد الخاص بالتبات والحاجات دي. او الاجهزة الاندرويد العادية. وكمان الخاص بفلتر التعريفات. والميديا تيك الخاص بيه الكوالكوم والميديا تيك الخاص بايه? اجهزة اوبو ريلمي. وميديا تيك برضو الشاملة لاجهزة الباقية. وكمان باقي البرامج اللي احنا نستخدمها في تمام? وده تعريب بيعرف لك الحاجة اللي مش متعرفة عندك زي مسلا اه حين توصلت تعريف او مش عارف توصل التعريف هو بيبدأ يعمل لك اه يجيب لك التعريف بتاعه بس طبعا بعد ما تعمل دا واللود للبرنامج دي زي ما تشوفين كده بعمل دا واللود شرحته قبل كده في القناة. بيبدأ يعرف الدونجلات والحاكات اللي احنا عارفين. وده اه تعريف خاص بمعالجات الاس بي دي. يعني الاداة دي محتاج تعريفات خارجية طبعا لا. كل حاجة تعملها في الاداة دي بضغطة واحدة وتنزل معك داخل الاداة. تمام? اهو. الدو اللود او التعريفات اللي احنا عايزينا. اهي زي ما تشوفين كده اهو نزل معي اهو اقدر استخدمه لها شرحته قبل كده. اللي هو خاص بالتعريف. اي كابل يوسي بيتوصله بيظهر لك هنا اهو. لما توصل تعريف ولا حاجة بضغط هنا نستول يبدأ يزالك تعريف غريب هنا مش بيبقى مش بتعرف تغطي ما شرحت الاداة دي قبل كده. هو ضيف لك كزا حاجة. يعني اي حاجة عشان تنزلها منها تعريفات عشان تسبتها هتلاقيها اه موجودة داخل اداء بالشكل ده كده اهو. في قائمة اهي تظهر هنا. بتبقى مضغوطة. طبعا لو عاجبك شرح بتاعي منسي اشترك القناة وتفعل زر الجرس واحد نشيل لصحبك عشان غيرك استفاد. وتنسي تدعمي بلايك لو عاجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.